اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة حقوها أقبل صلى الله عليه وسلم طيب لبلد المؤلف رحمه الله قزوة بني لحيان بني لحيان هم الذين كانوا قتلوا المسلمين بالرجع وكانوا متوقلين في الحجاز إلى حدود عسافان فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم حتى إلى تقاذرة الأحزاب واطمأن من الأعداء استعمل على المدينة ابن أمو مكتوم وخرج إليهم في ربيع الأول سنة ستة هجرية في مئتين من السحابة في مئتين من السحابة رضوان الله عليهم ومعهم عشرون فرسا وأسرع السير إليهم حتى بلق بطن مك بطن غران واد بين أملج وعسفان حيث كان مساب أصحابه فترحم عليهم ودعا لهم وأقام في ذلك المكان يومين أما بن الحيان ففروا في رؤوس الجبال فلم يجد منهم أحدا وأرسل عشرة فوارس إلى عسفان لتسمع بهم قريش فيداخلهم الرعب فذهبوا إلى كراء الغميم ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن غاب عنها أربعة عشر ليلة هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد لكفالة متنالية إن شاء الله سرية العاس عفوا سرية سرية العيس وإسلام أبي العاس زوج ذي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي برأستها استقلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر